كأعلام وإعلاميين حرست في ظل هذه الأجواب في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه النيران المشتعلة في كل مكان في البلد الناس تضيف أمين عام مجلس التعاون الزياني هذه الصورة أمامكم واضحة هذا الأمين العام لمجلس التعاون دقيت عليه ما شاء التعاون بالتأكيد الكلام هذه يمكن يوم الجمعة اعتقد إذا ما نغطان الجمعة أو يمكن بعد قبلها دقيت على مدير مكتبه مساك الله بالخير معاكم محمد روشيحي من تلفزيون اليوم من قناة اليوم ونبي نستضيف معالي الأمين العام في برنامج تبعونا يوم الاثنين إذا يناسبكم ما يناسبكم عقبل القمة قبل القمة تسجيل نجي في غرفة غرفة بالفندق أو جناحة بالفندق أي مكان يناسبكم وأي توقيت يناسبكم بالناقش معالي النائب العام عن شؤون وشجون هذه الدول الست كان الرد غريب وصائق خلاني عنفجر بصراحة قال لي لا اسمح لي قلت شنو؟ قال لا اسمح لي اسمح لك جاي يطر منك جاي يقول لك عطي سكر وشاي جاي يقول لك سلفني فلوس جايك يقول لك ضيفني في بيتك اسمح لي أنت مدير مكتبة هذا الكلام اللي قلت له أنت مدير مكتبة عليك أنك تكلمه يوافق يوافق ما يوافق عليه هو أن يعرف بأنه مسائل من قبل الشعوب الخليجية وأنه راتب يأخذه من أموالنا العامة كثالجيين هو أو أحد كبار المسؤولين في الأمان العام للمجلس تعاون عليهم أن يظهروا أمام الناس ويجيبوا عن هذه الأسئلة عليهم أن يجيبوا عن السؤال الأهم ما هي إنجازاتكم؟ عليهم أن يجيبوا عن السؤال الأهم هل الإنجازات متوافقة مع ما يصرف على مجلس تعاون ومع ما يعول عليه ما يعول الناس على مجلس تعاون وليش تخلفنا إلى هذه يعني كل هذه السنوات من 81 الى الفين واربعة عشر ليش ما عندنا انجازات تذكر وترفع الرأس لا تقول لي اسمح لي حنا ما جيناك في بيتك شافني انفعلت الرجل قال خلني بقول لك ايذن خلني بقول لك ايه شلي يعني حاصل هو ما حدث وقلت له ايضا بالناقشك بالناقش مع الامين العام عما حدث من سحب السفرة هذا يعنينا الامر حنا اعلام ومجبرين انتو كم اسؤولينكم تطرعون امام الاعلام تكلمون بلغ لي الامين العام قال كلمة كل عادة انا حافظها حتى قلت له اثناء كلام قلت اوقف انا اكملك انا احافظ الباقي قال لي ابي الشرك وطم منكم الدول الخليجية الحمد لله علاقاتها راسخة ومتينة وهمومنا واحدة وامالنا واحدة قلت لا اتكمل اتكمل انا احافظ الباقي اسلوب السفراء العرب اترك عنك اترك هذا الكلام قبل سابقا الان جاء اعلام جديد الناس وعت الناس صار عندها وسال اعلام ووسال تواصل اجتماعي وساروا على الطلاع كبير جدا فاترك سالفة انه ما فيه اي مشكلة لا فيه مشاكل لا فيه مشاكل نبين عرف مشاكلنا كخليجيين نبين عرف مشاكلنا مع الدول الاخرى العربية وغير العربية نبين عرف امنة نبين عرف التنمية نبين عارف الرواتب نبين عارف النفط وين يروح نبين عارف نبين عارف شنو خطتكم المستقبلية نبين فيه اسئلة واجد علي اتيحال انا اقول لك الان يا معالي الامين العام شفيت ما حسك على النايب العام معالي الامين العام لمجلس تعاون نحن جاهزون لأي وقت تحدد نبي نطرح عليك الاسئلة اللي ذكرتها قبل شيء واسئلة اخرى غيرها اذا ما تبي تطرع ويانا اطلع في اي وسيلة اعلام احنا ما نقول يعني ما اصر على ان والله اذا ما اطلع مع محمد رشيح اذا عنده شيخ الشلاء اي وسيلة اعلام تراها بس جاوب على الاسئلة الثلاث الاربع المهمة جاوب عن اسئلة شنو جازاتكم وشنو مخططاتكم وما هي العوائق اللي كانت امامكم وشنو ناوين تسوون في السياسة الخارجية وشنو يعني في اسئلة هذه اربعة او خمسة اسئلة اساسية يجب ان يجيب عنها اه معالي الامين العام لمجلس التعاون